اقتربت المهلة الدستورية لإحالة البيان الوزري إلى المجلس النيابي من نهايتها ففتح بازارو فرسي الدستور على مصرعيه كل يغني الدستور الواحد على ليلي هواه رئيس المجلس النيابي السابق وأمين سر مناقشات الطائف حسين الحسيني يفتي بفم الدستور الواحد الأحد الضابط الكل المؤسف البعض بيقرأ قراءة سطحية للدستور يعني لما بنقرأ على الحكومة ضمن مهلة 30 يوم على الحكومة مش للحكومة وأبداً ما في مجال للقول بأنها صارت حكومة ولذلك بدنا نعالج استئالتها أو عدم استئالتها المادي 64 عم تعالج استكمال تكوين الحكومة لما بدنا نقول مادي 69 بعد ما صارت حكومة لنطبق عليها المادي 69 بعدها مشروع حكومة لأن من ضمنها العمل تبع البيان بدت برهن أنها عندها تضامن وزاري وهو قاعدة الحكومات البرلمانية وبدت برهن أنها مسؤولة عن الشيء اللي عم تقوله لما بمر 30 يوم وما بتقدر تبين عن تضامنها الوزاري وما بتقدر تبين عن مسؤوليتها وتقدم ما عادت موجودة صارت منعدمة الوجود لأنه بتصير من قبل الحكومة الواقعية اللي تبعاً للا فراغة في السلطة ماذا عن مهلة الثلاثين يوماً؟ هي لأحالة البيان إلى المجلس النيابي أم لنيل الثقة؟ حتى آخر ساعة باليوم الثلاثين بتقدر توصل البيان للمجلس النيابي والمجلس النيابي رئيس المجلس قبل 48 ساعة بيبلغ النواب مضمون البيان حتى ياخدوا فرصة لدراسة البيان وينقشوا على هالأساس تزامناً مع الكلام عن رفعة أعلان بعبد عن البيانات الوزارية كان للحساني تعليق بخصوص وضعياته الدستورية هو أعلان بعبد بيلزم اللي بيلتزم بصورة رضائية من اللي قاعدين على الطاولة بس ما قالوا المحل دستوري ما قالها صفة دستورية الطاولة هاي وظيفة المجلس النيابية الحواء لأنه بترتب نتائج على هايدي طيب مين بيرتب نتائج؟ ماشي من التنين وتسعين قلنا أنه هاي فترة تقطيع الوقت الضائع لم يكن الحسيني يعلم أن لبنان بعد الحرب أصبح كله دولة تلعب في الوقت الضائع بعد خمسة وعشرين عاماً على طائف ضاع طيفه يطلق الحسيني صرخة في وجه شاغلي حكومة ومن وراءهم منذراً بسقوط قريب شو معنى أنه نبقى قاعدين صالبين الناس عشرة شهور وعشرة أيام لنقلف لنحكوم شو معنى أنه منقعد ثلاثين يوم إذا ما منقدم بيان وزارة ومنثبت أنه نحن مختلفين على كل شيء على شو مختلفين نحن؟ مبدأ أنه المقاومة حق لكل اللبنانيين هذا مبدأ منتهي يعني مش خاضي للجدد مبدأ أنه يكون الدولة هي فارضة وجودة على كل الأرض هذا مبدأ أساسي هذه سيادة الدولة البعض بيقول أنه لا أنا أريد المقاومة من ضمن شراف الدولة ومن قال أنه قلنا مصلحة نعمل هيك شيء؟ المقاومة لتجنبنا كمؤسسات رسمية جنبنا تحمل مسئولية عمل المقاومة لما بصير عنا قدرة أنه نحن نحرر الأرض بقوانا الذاتي يعني بالجيش اللبناني عند ذلك ما في لزوم للمقاومة المقاومة لأنه ما في توازن بيننا وبين عدونا هذا كباش ما عاد له إلا عم يزيد خراب للبلد وعم يعرضنا أن نروح على الفوضى جاد غصن قناة الجديد